اشتركوا في القناة فخامة رئيس جمهورية ترجيكستان جلالة الملك ويلهم أليكساندر سعادة الأمين العام السيد أنطونيو جوتيريش حضرة رؤسات البعثات أود في البداية أن أتوجه بالشكر والتهنئة باسم الوفد اللبناني إلى الدولتين التي ترأسان هذه الفعالية أي ترجيكستان وهولندا وأتمنى لهما ولنا جميعا التوفيق في النصف الثاني القادم من تطبيق الأهداف الموضوعة لبرنامج المياه من أجل التنمية المستدامة الحضور الكريم نجتمع اليوم في رحاب هذا الصرح الذي يجمع كل أمم الأرض على اختلاف مشاربها وعاداتها وسياساتها للتأكيد بأن المياه بدل أن تكون سببا للنزاعات بين الدول والشعوب يجب أن تتحول حافذا لنشر السلام والتعاون بين البشر وأداة للتنمية المستدامة لأنه لا حدود تحجبها ولا حروب تمنعها ولا احتلال يحرم من من يستحقها يمر العالم اليوم بأزمات متعددة ومتتالية وذات أشكال مختلفة ومترابطة تمتد من الطابع الصحي لتصل إلى الطابع المناخي مرورا بالطاقة والغذاء والبيئة وهي تؤثر بشكل خاص على الدول النامية وتحد من قدراتها على الصمود وتلبية حاجات شعوبها في العيش الكريم ولا يخفى على أحد أن هذه الأزمات إضافة إلى التحديات العسكرية والأمنية والحروب التي ترأت في خلال السنوات القليلة الماضية قد بدأت تؤثر أيضا على اقتصاديات الدول المتقدمة وهو ما سينعكس حتما على قدرتها وأولوياتها في الالتزام بتعهداتها التمويدية لبرامج التنمية والمساعدات للبلدان النامية إن الزيادة المطردة لأعداد السكان والتطور العمراني والحضري الكبير إضافة إلى التغيير المناخي والاحتباس الحراري والتصحر قد حدوا كثيرا من سهولة الوصول إلى المياه النظيفة والآمنة وهنا نشدد باسم الدولة اللبنانية كعضو في مجموعة السبع وسبعين على ضرورة التزام المجتمع الدولي بالعمل على مساعدة الدول النامية الرازحة تحت وطأة الأزمات كالمديونية المرتفعة وانعدام الأمن الغذائي عبر تمويل دولي ميسر يخصص لدعم المشاريع الاستثمارية في قطاع المياه والصرف الصحي ولتنفيذ برامج الدعم التقني وبناء القدرات والانتقال نحو التكنولوجيا الصديقة للبيئة وصولا إلى الإدارة المتكاملة والحوكمة الرشيدة للقطاع لأنه وبغياب هذه المساعدات لن يتمكن عدد كبير من هذه الدول من تحقيق أهداف التنمية التي وضعتها الأمم المتحدة وخاصة الهدف السادس المتعلق بالمياه السيدات والسادة يدعو الوفد اللبناني إلى جعل المياه العابرة للحدود بأشكالها المختلفة كالأنهار والمياه الجوفية أداة سلام وتكامل وليس وسيلة ضغط وابتزاز بين الدول أو دريعة للحرب وهدفا للأطماع ولا سبيل للتطبيق هذا المبدأ السامي سوى بالاحتكام إلى الشرعية الدولية والقوانين التي ترعى تقاسم المياه العابرة للحدود وفي هذا السياق نؤكد على حق لبنان في الاستفادة من كامل حصته في الأنهار والمياه الجوفية العابرة لحدوده والتي يمنحه إياها القانون الدولي إن اللجوء إلى استغلال المياه الغير تقليدية كتحلية المياه على سبيل المثال يجب برأينا أن يكون الملاذ الأخير بعد تبيان جدواه الاقتصادية والمالية والبيئية مقارنة بالموارد التقليدية المتاحة الأكثر عبءا على البيئة وعلى المالية والاقتصاد السيدات والسادة بدءا من العام 2011 أدت مشكلة النازحين السوريين الذين تعدوا في وقت قصير 30% من مجمل عدد السكان في لبنان والذين أضيفوا إلى اللاجئين الفلسطينيين إلى عجز مؤسسات الدولة وبناها التحتية على مواجهة المتطلبات الكبيرة لهذا العدد الهائل من السكان وقد ناشدت الدولة اللبنانية المجتمع الدولي في عدة مناسبات القيام بواجباته أولا عبر تأمين عودة آمنة للنازحين واللاجئين إلى بلدانهم ومساعدتهم في مجتمعاتهم وثانيا وبانتظار تحقيق ذلك دعم الحكومة اللبنانية في مواجهة هذه الأزمة عبر تأمين الرعاية للنازحين وتحسين شروط عيشهم من جهة ووضع البرامج الإنمائية ودعم المشاريع الاستثمارية للمجتمعات المضيفة من جهة أخرى لما يشكله هذا الدعم المزدوج من عدالة واحتضان ويجنب المجتمعات الاحتكاكات والنزاعات الناجمة عن التنافس على الموارد وأهمها المياه لقد أعد لبنان استراتيجية وطنية لقطاع المياه والصرف الصحي قبل مشكلة النزوح السوري لكن هذه الاستراتيجية وغيرها من الخطط في قطاع الكهرباء والطاء المتجدد والبترول تعرضت لنكسة كبيرة جراء النزوح السوري الذي لا يمكن لأي بلد في العالم ارتقاب مفاعله في أي استراتيجية يعدها ولا يمكن لأي وطن تحمل تداعياته فتخيلوا مثلا أن يكون بلد مثل فرنسا مستعد لاستقبال 20 مليون نازح أو كالولايات المتحدة مستعد لاستقبال 100 مليون نازح وما فاقم الوضع وزاده سوءا هو الأزمة الاقتصادية والمالية الهائلة التي ألمت بلبنان نتيجة سنوات من الفساد والاقتصاد الريعي وأضيفت مشكلة النزوح ما أدى إلى شلل كامل للاقتصاد وتوقف لكافة المشاريع الاستثمارية وعجز لدى مؤسسات الدولة على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين ومن أهم هذه المؤسسات المؤسسات العامة للمياه حيث وصلت ساعات تغزية الأسبوعية في المياه إلى 8 ساعات فقط بالأسبوع جراء الانقطاع الدائم للكهرباء السيدات والسادة في مواجهة هذا الواقع أعدت وزارة الطاقة والمياه نسخة جديدة للاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه والصرف الصحي ضمنتها خطة خمسية للنهوض المستدام بقطاع المياه كما وخطة الطوارئ على المدى المنظور لتأمين سلامة الوصول إلى المياه السليمة للمواطنين بالحد الأدنى وعرضتها على الجهاد الدولي المانحة طلبا للدعم لكن وللأسف المجتمع الدولي دعمه بقي محدودا كما وأنه صار إلى تجميد التمويل الاستثماري لجميع المشاريع الاستراتيجية التي كنا قد بدأنا بتنفيذها أو انتهينا من تلزيمها أو أعددنا دراساتها كمشاريع السدود وأبرزها سد بصري الذي يغزي ما يزيد عن 1.6 مليون شخص من سكان العاصمة بيروت ومشاريع صرف الصحي في بيروت ومناطق لبنانية عديدة إن لبنان الذي يعد اليوم مثالا للبلدان التي حرمتها الظروف الدولية من تحقيق الإدارة المتكاملة في قطاع المياه عبر اعتماد استراتيجية وطنية تقارب كافة جوانب القطاع ونموذجا للبلدان التي عانت من الأطماع والحروب على مياهها وتعرضت بناها التحتية للدمار بسبب هذه الحروب وبسبب أزمات النزوح واللجوء وأصبحت مؤسساتها على شفير الانهيار والتحلل بسبب الأزمات الاقتصادية والمالية يتوجه من هذا المنبر إلى المجتمع الدولي والجهات المانحة عارضا جميع الخطط والاستراتيجيات والإصلاحات التي وضعها والتي يجب علي المجتمع الدولي والجهات المانحة دعمها للنهوض مجددا بقطاع المياه وبكافة القطاعات الأخرى وتحقيق التنمية المستدامة والعيش الكريم للشعب اللبناني مجددا أشكركم على حسن إصغاركم